كلمة مدمن كلمة بينفر منها المجتمع بينفر منها الناس ولما بنعرف واحد مدمن يمكن انت وانت بتتفرج علينا تكون واحد من المدمنين او يمكن ليك حد من صحابك مدمن كلمة وقعها صعب على الانسان ودايما بتولد جوانا افكار ومشاعر منفرة من الشخص المدمن يمكن تكون انت الناس بتنفر منك لانك مدمن والادمان ليه انواع في مش بس ادمان المخدرات فيه ادمان العلاقات الجنسية فيه ادمان السايتس اللي كلها نجاسة وكلها افلام وكلها اباحية فيه ادمان للأكل والشرب فيشوه الجسد فيه انواع مختلفة من الادمان ايا كان نوع الادمان اللي انت بتعاني منه ايا كان السبب اللي انت وصلت من خلاله لمرحلة الادمان عايز اقول لك النهاردة ان فيه امل وفيه حل لمشكلة ادمانك وانت لو مش مدمن وليك صديق مدمن ربنا النهاردة عايزك تنظر الى المدمن زي ما هو بيبص للمدمن شخص المدمن ده شخص مسكين روحيا منفصل عن الله روحيا بعيد قوي عن ربنا عايش دايما تحت وطئة الشعور بالزم واجتماعيا ملفوظ من الناس والناس بتشاور عليه والناس ما بتحاولش تقرب منه بالعكس بتخاف منه لا يعديهم ويعلمهم الطرق الغلط وبالذات لو في الاعمار الصغيرة الاهالي دايما بتبنع ولادها بصاحبه مدمنين خوف عليهم الشخص المدمن مشوه نفسيا بيبعنده سلوك عدواني جواه بيبعنده تشوه في شخصيته بيبعنده تفكير اضطهادي يعني ده تشوهات بيعملها الادمان في حياة الانسان المدمن شخص قلق مضطرب بيفقد السيطرة على نفسه شخص دايما ما عندهش استقرار في علاقاته الاجتماعية متقلب جدا في يوم تلاقيه كواس قوي ويوم تلاقيه مش قادر يتعامل مع الناس شخص عنده احساس كبير بعدم وجود او قبول الاخرين له المدمن ربنا بيبصي له ازاي من اجمل مقاله المسيح قال لم ادعو لم ااتي لادعو ابرار بل خطاة الى التوبة واحدة من التهم اللي المسيح اتهموه بيها انه كان محبا للعشرين والخطاة ويقعد مع الزواني وتكلم مع المرأة الزانية واحد كان بيحب يقرب من الناس دي علشان يسيب تأثير فيهم عشان يغيرهم وكل اللي قربوا من المسيح كل اللي كانوا مدمنين طمع زي زكا وكل اللي كانوا مدمنين نجاس زي المرأة الزانية او السامرية كل ما اقتربوا الى المسيح وتقابل مع المسيح تحرر من الادمان والجميل في الحرية اللي المسيح بيديها مش حرية بتحتاج سنين وشهور عشان تتحرر في حرية في الحال في نفس الوقت في نفس التوقيت اللي بتتقابل فيه مع المسيح يمكن أن تتحرر من نجاستك من إدمانك للمخدرات من إدمانك للأكل والشرب شعورك بفقدان القيمة شعورك بعدم الأمام شعورك بفقدان السيطرة على نفسك كل درب بنا بيعالجه فيك لأنه جميل قوي اللي بيتقابل مع المسيح يقول الكتاب عنه الأشياء العطيقة قد مضت الإدمان بكل أنواعه قد مدى هو دا الكل قد صار جديدا أنا بصبح إنسان جديد في المسيح في مشاعري في تفكيري في سلوكي في استقبالي للأمور في حكمي على الأمور فلا أحتاج إلى الإدمان ولا أجوع إلى الإدمان ولا أجوع إلى المعاشرات الردية ولا أجوع إلى أن أنا توه نفسي بكحليات ومشروبات وحاجات زي كده لو أنت مدمن العلاج أنك تجري على المسيح وهو مستنيك كل التعابة روحه للمسيح كل المدمنين روحه للمسيح هو بيقولك محبة أبدية قد أحببتك من أجل ذلك أدمت لك الرحمة لغاية دلوقتي أنا سايب باب الرحمة باب القبول باب العودة باب التوبة مفتوح لك بس تعال إلي تعال إلي ولا تؤجل ولا تؤخر ولو أنت ليك صديق مؤمن بتخاف منه أو شخص مدمن تعرفه قرّب منه واعكسه محبة المسيح والقبول المسيح الغير محدود والغير مشروط ربنا بيحب المدمنين أوي 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 زي ما بيحب المؤمنين وبيحب الناس الكويسين ربنا بيحب كل شخص مدمن كل شخص بعيد عنه كل شخص بيهرب منه في الإدمان ربنا بيحبه وبينادي عليه النهاردة أرجوك لو ليك شخص تعرفه مدمن قرب منه ويعكس محبة الله ليه ولو أنت مدمن شخصيا تعالى للمسيح اجري إلى أحضان المسيح وقل له حررني يا رب فوكني يا رب زي ما حررت الزانيا وزي ما حررت الزكة وزي ما حررت الساميرية تقدر تحررني النهاردة ضع ثقتك في المحرر الأعظم هو يقدر يحررك ما تسمحش ولا تقبل أنك تعيش عبد للإدمان لكن النهاردة تعالى للحرية حرية المسيح اللي بيحبك من كل القلب بلا شروط وبلا حدود